مساء الخير لجميع المشاهدين في لبنان والعالم في خدمة صحبة الجلالة منذ أكثر من عشرين عاماً سنوات صدام إحاءات حصرية كان عنوان كتاب هيمان مشترك الأول الذي صدر عام 2003 عن دار فيار جلال العالم العربي وتوغلا في قلب الحدث الشرق أوسطي اخترقا الأسرار والمنعطفات ووجهاء المخاطر في العشرين من شهر آب من العام 2004 تم اختطافهما وقد أعلن الجيش الإسلامي في العراق مسؤوليته عن الحادثة ليتم الإفراج عنهما عشية عياد الميلاد المجيدة بعد 114 يوماً من الاختطاف الليلة وفيما تعيش المنطقة حالة غليان يقدمان شهادة عن جهنم الحرب والخطف جورج مالبرونو وكريسيون شينو ومسا الخير وصال نور وأهلا وسلا فيكم الحقيقة طبعاً بهمني أنه حواركم باللغة العربية بهمني أن تصل مقابلة إلى شريحة أكبر من المشاهدين بعتقد أنه جورج في عنده مشكلة بالتكلم باللغة العربية مع أنه يتقن هذه اللغة واللغة ساعدتكم حتى أيام الاعتقال أو أيام الاختطاف بنا نحول طبعاً مع بعض الليلة أنه نتكاتف حتى نقدر نوصل الأفكار باللغة العربية وإذا طبعاً كان في صعوبة بالإفصاح عن أفكارك لنساعدك نحن ونترجم بعدين بداية طبعاً مصر الخير مصر النور وأهلا وسلا فيك كريسيون لحظ في بداية أنك أنت عم تبتسم أنا عم عم عرف عنك هذه الابتسامة أي متى رجعت لك؟ لما أنا جاي إلى باريس يعني بعد أربعة وشهور بالسجن مع الجيش الإسلامي في إيراك كان فرح كبير يعني والموشن يعني كبير عشان كان الخوف كبير وبعدين الحياة يعني شكل جميل كل دقائك كل دقائك كل دقائك يعني حلم وأننا هنا مع جورج في لبنان ببسوتين جيدان وحيات جديدة يعني وعزام الحمدول الله نحن هنا جورج كيف تنظر اليوم إلى الحرية؟ la liberté lorsqu'on sort d'une telle épreuve on l'apprécie évidemment d'une autre manière parce qu'avant finalement même quand on est très heureux quand on habite Paris ou ailleurs on n'apprécie pas mais après quand on a été sur le fil du rasoir comme ça tous les matins effectivement on respire l'air d'une manière différente et c'est... voilà on est très heureux Criestion السؤال نفسه كيف رجعت وعناقت الحرية والنور والضوء؟ كان 21 ديسمبر بسيارة افتح الباب السيارة والانا انا بالنور انا قريب من بغداد من المطار بغداد وبعدين كان الوسة يعني سريعة اخذنا بالثيارة إلى فرنسا وبعدين اكتشافنا اننا كان التضمن مع قضيتنا كبير يعني فظيع وأذا يعني شي معقول يعني وحتى الآن يعني بعد سنة بعد الفراج احنا يعني نعيش في حلم عشان احنا موجودين بدأنا الشغل الجديد بفرنسا جورج بلوفيقارو انا بإزارة فرنسا يعني بدأت حياة جديدة او بدأ نوع جديد من الحياة بالنسبة للكم يعني كل شي بسيط في الحياة طويت صفحة بدأت صفحة جديدة اكيد جورج انت منذ العام 94 تغطي احداث الشرق اوسط لصحيفة الفيجاروة الفرنسية استقريت في القدس حتى تعيش وتكون شاهد وتابع عن كثب عن قرب الانتفاضة وبعدين انتقلت إلى العراق منذ الاجتياح الامريكي هل مهنة الصحافة تستحق فعلا كل هذه التضحيات؟ عندما نهر پتكون في الحياة مهنة نقوم بإمسان جنحني مهنة ومن ثم أن نقل علينا أن أحساسه وما يعني أنه سواء ومن ثم أن نتشرف تنسل وما يعني أن المجال للمساة المتطريس التي تقرلبها وما يعني أننا الآخرى وهذا الشيء الذي أعرف أننا مجحور بي كنت مل안ين لدينا المعال سنة جنة 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 اللعجية كبير بأكبر لديك هذا تشعر بالمشاكل تف сколько عليكم ورحمة رئيسة والتي لدينا التجارة وتفكير 10 السن مددينة كبيرا الوطفادي فوق العرق البني وزبادة الغرق في البيان اثنان في المدة على سطول يتعرض 6 سنة لكني وبرجان حتى لا تفكير منر اليوم تفكير فوق تفكير بال spiritsر لكن تجوز على قبل لكن ضم التجوز على قبل وانتظر أنت تنسى قبل وانتظر أنت التجوز على قبل ورأس اللعنة كنا سيئت كنا كله في الحساب ما يهتم الكلابد إختار كناس يمكن أن تنظر أن نساء تقرير مع الموضوعين. أعتدد أن تحدثي أنه لم يكنية الدواء. فإننا ذلك كذلك في نفس الوقت في المنزل في المترجم العدولين في أجل الأسرين فإنشاء الله ، سقتًا من تنزل يجب عليها أن أعجبنا سميناي مع نهجياء يحجب علينا التجربة يجب علينا إضافة وكما يمكننا هذا الراجع أنه لذلك يجربنا أكثر من تقبل إنه لإنسان يجب إذا شخصك سيأتي لن يبحث عن عنه كل شيء يحاوله بيفكر فقط أنه هو إنسان وأنه إنسان يعشق الحياة وأنه الحياة حلوة ونفرقني معه إن كان صحافة بدي يكون شاهد على تاريخ معاصرة عم بعيش وأولئة على كل حال البعض يقول كريسيون أنه الجهل هو عدو الديمقراطية والبعض الآخر يقول أنه القمع هو عدو الديمقراطية وجون بييرا فران قال بنهار من الأيام أنه الإرهاب هو عدو الديمقراطية بالنسبة لك أنت من هو عدو الديمقراطية؟ كل شيء يعني الجهل يعني عشان إحنا كصحفي إحنا في مكان لا يمكن المواطن العادي يجي ونحكي باسم الإراكيين عشان الآن في كارسة إنسانية بإراك وما في صوت الشعب الإراكي وإحنا كصحفي إحنا هون لنكتشف الحقيقة بالأرض مع الناس وننقل الأحبار إلى فرنسا إلى الأوروبا ويعني هذا مهمنا مهمتكم؟ بالضبط وبدون صحفي في صمت وإحنا جوز من الديمقراطية من الحرية وكمان الإحراب كمان أعدو الحرية والديمقراطية عشان في مسلحة ثانية وما يريد يعني الصحفيين يحكي كمان والآن إحنا في إراك في الأمريكان من جهاد والإحرابيين والناس المسلحين وفي الوسط يعني الصحفيين وندفع سمان غالية للحرية الصحفة خاصة الصحفيين الإراكيين الأجنبي والشغل الآن ببغداد يعني صعب جدا عشان إحنا بين الأمريكان والمسلحين والمسلحين والناس المسلحين ويحنا يعني بدون سلاح يعني السلاح الحرية إذن جورج بلايك من هو الأدو الأول من المسلحة؟ هل هو القماع الأمريكي؟ هل هو الجهل الإنرانس أم الإرهاب الTERوزم؟ ببنس ببنس المسلحة الأمريكي النمو الأمريكي هذه الأمريكي فهو الأمريكي على Yamaha وملاحظة الاخرارة بالنسبة للمسلحة الآن هناك فالآن يواجه العراكيين المحطة وكارل سياسي الأمريكيين أرغب وملاحظة سياسه كما يقول لا تركيات القını أ섯ان وليست المغمات auf eternally أو إلى أight عن والانتقل مقوم أمام قرر تجري الأمام يتحدثون بأنه من المساعدة. يجب أن ينطلع قد ينطلع قد يشعر في الوقت منظرات أمام أحدثات من المساعدة. يجب أن نحن نحن نجد إياها على دعاء مع الناس الذين لا يريدون أن يكون نحن بشأن في الوقت. إذا وقفت أن يكون هناك ملابسة، يجب أن يكون هناك المنظمة. يجب أنهم للمس parachute لعظام العروب من هو عدو الصحفي؟ أنت كصحفي من هو العدو الذي يحربك؟ في إيراك كان الاحتلال وكان المافيا الزركاوي الحربيين لا يريد مشاهد على الأرض لأننا نقطة الديمقراطية ونحن نحكي الناس والمسلحين لا يريدون وسيط من يحرر بالحقيقة؟ في قوان ماليين قوان سياسي قوان مافيو يعني حتى في مسلحة مسلحة انترى في ناس لا يريدون ديموراتي انترى القوان احسن وكما ف nadie ستفقدت لكم ويباً. ويجب أن يتكون لك تجاهل الأمر على الإرعال كانت صعبت كامل سوى تكون لقد Lite تحبت الكامل سجل ثلاثت التجاهل الأمر قامل الجميع الأشره في مجرده لأن لدينا حيث أنها تنسى إلى خداها من المعارسة من المعارسة سادميسن. لكن هناك بعد ذلك، ويستمع المنزل المعارسة لتغير في السلطة. كما يجبوني، سنعيشون، ونستمتع غير الولادة، ويستمع نزل البلاد من المعارسة، ومتعنا نمشه أن يمكنها حيزة أبداً جدًا، ويستمعونون من الولادة، ويستمعون أن يتعطوني هذا المنزل، ويساعدت الكثير من المشاركة ومشاركة من المشاركة. رهينتان الفرنسياتان السابقتان في بغداد خيسيون شينو و جورج مالبغينو بمناسبة صدور كيتاب هماء الجديد مذكرات رهينتين من الضيوف الليلة من وراء الوجوه عود إلى عشرين قاب من العام 2004 كيف بدأ النهار؟ ماذا حصل؟ كان نار عادي بس نحن كنت على الطريق نجاف كان في حرب نجاف كان مقترسة محسرة من الجيش الياركي و الجيش الامريكي كان المعركة الشديدة وكررنا روح إلى نجاف عشان نحطي الأحداث و على الطريق أبل كربلا اشترين كيلو أبل كربلا كان فيه اتصالات بالتليفون بسوريا وممكن في هذا اللحظة نس يعني ناصر من الجيش الإسلامي شاف يعني لتقت بعد الإشارات بزبط وبعدين على الطريق كان فيه سيارتين لحقتكم وراء وقفوكم بزبط وكان فيه دقيقتين وكان بدأت القوسة بس بدون أهم شي بدون بدون عنف يعني عشان كان في أول أول لحظة أنا قال أنا إحنا فرنسيين منتكالو الفيجارو صحفيين فرنسيين بس بدون بدون عنف وبعدين انتقلنا إلى مزرعة يعني بعيد شوي بالرف الإراكي وبدأنا تجديل تجديل كسيت يعني فيديو واكتشفنا إحنا مو مع زركاوي مو مع الوسوس بس مع الجيش الإسلامي في هذا طبعا أنت باقتضاب وبإيجاز رويت لنا شو صار معكم لكن هي طبعا العملية أكثر من هيك بكتير وأكثر تعقيدا من هيك بكتير اليوم أنت عم تروية بكل سهودة كان وقتها كنت عم تحس بوطئة الدقائق والثواني حتى طبعا يقال أنه أول ساعة اختطاف هي الأهم هي الأكثر دقة وهي الساعة الحاسمة يعني يبتن أتلو يبتن قطفو أو تبقو قيد لإحتجاز طبعا ما هو الأحساس يلي انتبكون ما هو الشعور يلي عرفتو جورج مالبقينو 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 لم يكن أعرف ما يفعلون مننا في الراق في الراق كانت شهر أب السهراء القاحلة الحرارة القاتلة 50 درجات بين الحياة بين الموت كيف تريد أن تخصص الزنزاني التي تجد فيها؟ الزنزاني يعني بيت زرير بسيط مع نبيب ماء وتواليت منذيف في حال يوصلها؟ بسيطة جدا جدا بالريف شباك باب حديد كيف كانت يوميتكم؟ نتحدث مع جورج وأبو إيمان وكان هناك سجنة ثانية جاء اليوم الثاني اثنين من مستدونيا وملا ونستنى ونفكر كثيرا شو ممكن يسير سجلنا كمان شريت على الحكومة الفرنسية لأول يوم وكان في أكل بالأول يوم أكل بالاح روز باندورة بالريف وطبع أنت أقلمتوا مع الحياة الجديدة نعم جوج أتسألتك هل قمت بعملية حساب حياتك؟ هل قمت بعمل حياتك؟ وما أنت ترجمة وفي متى ومندت أنك ترجمة وانا لا بعمل أجل وصفني يسكى وقد أنت أجل أقليل والله مردئيه موضوعا لكني على إخبار الاستجار لا يبتوحين شهد تتعرف الشيطان واحدة في الآن منذ المنظم Migму الأن فليم على هذا المنظم Weather's question هو في المنظم لن نسال على سيما أنه نسال ما يشكل سوائي ممنون نعتقاد من أن ن Reginaire ون نقولة لن نهاية نحن نهازن أنه يعد نحن ون نرىoy ما نحن 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 سيطة إلى مرورنا ثم كلنا أنونا نأسان نعم ام تسأل ولكننا نشتل نحن 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 نسل بحقاً لدينا أنونا نحن 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 نشأ لقد إذا كار جان ويزان ويزان محلق toilئين ويبدأوا الوايب أنهم يتحدثوا بأنهم يتحدثوا التي تتحققهم موسيقى السؤال اللي قال لك هل تؤمن بالقدر؟ هل كنت تؤمن بالمكتوب؟ طبعا طبعا أكيدا يعني من قبل أو بعد اللي صار معك؟ قبل شوي بس ما شو صار يعني طبعا عشان في شي مكتوب يعني لماذا في هذه اللحظة إحنا في النقطات الخطف يعني القريب من الموت يعني لماذا وفي هذا الموضوع كان كمان مسلي كثير يعني طبعا هل انت سين مؤمن؟ ايه كنت مؤمن؟ ايه جورج يعني نص نص بس بعدين كان في هذا الزروف يعني 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 ما في شي يعني احنا في روفي بدون أي مفروشة احنا بيع تي شيرت شورت والأرض ولا شي مرة بدون جرائي ديزاع ويعني يعني إنسان يعني بسيط وما في شي الله والخطفين يعني ونفكر كتير والصلي كان مفيد ويعني مفيد جدا جورج كان عم يقولي انه هو كان عم ينظر للأمور بعقلانية أكتر ايه بينما انت والسائق كنتوا متفائلين ايه شوية طبعا اليوم انت عم تنظر للأمور عن بعد هناك مسافة زمنية هناك مسافية جغرافية ايه عن اشهر او ايام الخطف هل كنت فعلا شايف بصيص امل ونور وقته هل كتحسس فعلا تطلع من هذه الورطة وهذه الأزمة يعني من اليوم الاولى كان في امل ممكن نطلع بس في نفس الوقت كان في يوم ممكن نموت نفكر نموت خاصة في بداية نوفمبر كان في تحديد سجلنا شريط ونقول فيها احنا في حياتنا في خطر بأي لحظة ممكن نقتلكم بأي لحظة كان في خوف كبير وبس حتى النهاية كان في امال دايما يعني لو في حياة في امال وكان في مفوضات في في عشان كان في شريط في مفوضات في الحمد لله يعني خلاص بس بس في وقت تمام احنا يعني تحت الارض يعني تحت السيفة نفسيا كان يعني شي يعني مش ممكن نحكي يعني احنا شي شخصي الجسم يعني يحسس يعني الخوف يعني العمك الخوف يعني من داخل الراس والبطن يعني 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 خوف يعني من الجسم يعني بس حمد لله يعني ما في حمد لله اه الشيخ محمد سعيد الطنطاوي لعلامة الشيخ احمد القبيسي حزب الله العقيد مع عمر القذافي اذانوا هذا العمل الارهابي مواقف اسلامية متناقضة ومختلفة احيانا تدعو الى الجهاد واحيانا تدين هذه العمليات الارهابية اه انطلاقا من ابحاثكم اه كيف تنظرون الى الاسلام انتم غربيون اه عشتم اه تجربة مريرة في هذا العالم العربي ما هي العبر اه التي استقرصتموها في الاخير يعني ما في اي مشكلة وخاصة الممكن الامير الجيش الاسلامي حاول اه اه ندخل بالاسلام احنا احنا مسيحيين وممكن اه كان في درس عن الدين يعني في فرطة ساعات يعني الدين المسلم يعني احمشي وكان في اه سيلة كثيرة وفي اخير السوار يعني لازم ندخل الاسلام شو رأيك احنا فرينا يعني بس بس انا اقول كلنا للمية يعني ما عندنا اي مشكلة من الاسلام نعيش بالاردن في مجتمع اسلامي نحترام الاسلام احنا المسيحيين احلى الكتاب وفي احترام متبادل مع الاسلام مع المسيحيين بس لننعتنق الاسلام اي وح الان يعني ما ندي اي مشكلة من الاسلام بس الاحراب يعني الاحتطاف يعني هذا مو زي يعني هذا مرفوض تماما يعني يقول المسلمين في فرنسا يرفض بس عن احتطاف احنا ليش مروح واحد احنا ليش مروح مروح اور جورج دمار سوى احنا ليشكلة من الاحطان هل حال رأي الجوان أن تكون جميلة للعالم فقط أن نتفه من مفتر أن نستطيع لحصول مفتر. لأننا نستطيع عقارات من الحالة، لحقم سنطيع قد نتفهد وإنها الأنسان. لذا كانت نستطيع قد نستطيع قد نحوه بصفة ذلك. ثم نحوه بصفة كثيراً خيامة. لحبه أنت تتريد وعرف أن نحوه بخالف سيارة، أو أن نحوه بخالف قد نحوه بخالف ديلاً. لكن نحوه بخالف سنتيزيس، يمتون مقفلتين منذ سنوات تلك ، لكننا لا نسيس باستر طيبهم أنه لا يريدون أيضاً لذلك ، فهلاً ، إذا فاستر لذلك ، فاستر ذلك من فضلك أنه لا تشغل من المحظورة لكي مقابلين الراقم ، لا أحبه ، لا أستحب أن يبدو الراق ، لكن أخرى وشيطة ، على علم ، فاستر المشارجيك أولاً وفي ذلك ، فرسنا تشهد من المساعدة عن المساعدة للإراجات ، ومعرفت الذي يريده أنها سنكون قد تريده في هذا المساعدة ، أنها فالعجية في المساعدة في هذا المساعدة ، أنها مرادة في المساعدة ، أنها تريدون أنها مدرسة معناه على المساعدة ، فمنها بعد التسويل ، يعتبرون أنهم قد ينجب أن يحصل لنوافعات أخرى Donc ça veut dire que ces gens-là sont récupérables, qui sont des Irakiens, qui luttent pour la libération de leur pays, qui utilisent parfois des moyens terroristes. Mais que finalement ce ne sont pas des gens qui sont complètement irrécupérables, qui ont un agenda complètement aligné sur les thèses de Ben Laden, etc. Donc on essaie de nous, notre rôle en tant que journaliste spécialiste du Moyen-Orient, ce n'est pas d'élargir le fossé entre l'Occident et l'Orient. C'est d'essayer au contraire de le réduire et de dire aux Français que ces gens-là effectivement ont utilisé les méthodes terroristes à notre égard, mais aussi nous ont respectés d'une certaine façon et ne nous ont pas tués et ont été réceptifs à une grille de lecture que la France n'était pas engagée, etc. Et aussi on essayait de faire comprendre avec toutes les difficultés que ça comportait face à des ravisseurs que détenir des Français, des journalistes ou même d'autres nationalités, de toutes nationalités, c'était contre-productif. C'était se tirer une balle dans le pied parce que nous, journalistes, y compris même des journalistes américains et anglais, nous sommes là en Irak pour montrer la réalité de l'occupation. Et cette réalité, elle n'est pas loin d'être favorable aux Américains. On disait que ce n'était pas bien. Vous agissez contre vous de prendre en otage des journalistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il reste d'abord le symbole de celui qui a porté sur ses épaules la cause palestinienne pendant 50 ans. Il reste également une situation qui finalement n'est pas meilleure que à sa mort. Vous savez, quand il est mort, les Israéliens surtout, mais d'autres également ont dit, bon ben voilà, le levier Arafat a été enlevé et maintenant tout va bien se passer. Effectivement, on se rend compte que la situation s'est même dégradée parce que la nouvelle autorité palestinienne à Boumazen est relativement faible. On le voit à Gaza où il y a eu après le retrait israélien, une incapacité des forces de sécurité palestiniennes à prendre les choses en main. Et on a vu également une recrudescence des enlèvements. Donc Arafat, je crois que l'histoire lui rendra justice. Et ces dix dernières années, notamment ces cinq dernières années depuis l'intifada, il y a eu une propagande très importante de la part des Israéliens pour faire montrer qu'Arafat était le problème, qu'à partir du moment où le problème avait disparu, il n'y aurait plus de problème. On voit que c'est faux. Christian Cheylou, est-ce que tu penses qu'il y a un jour de l'intifadaire de l'intifadaire d'Arafat à la Masjid d'Aqsa dans l'Aqsa de 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 l'Aqsa ? le Cor рок l'Aqsa... j'rent DCğX. Il n'y a pas d'ément extravagant de l'Aqsa de l'Aqsa avec l'Aqsa de l'Aqsa de l'Aqsa d'Aqsa de l'Aqsa de l'Aqsa de l'Aqsa de l'Aqsa de l'Aqsa ... مرحلة مبعد عرفات وتسألهم محمود عباس مقاليد الحكم إزاحة صدام حسين التهديدات لسوريا الانتخابات في مصر وطبعا دلالات هذه الانتخابات هل ترى خارطة جديدة للمنطقة اليوم؟ طبعا في خارطة جديدة في ظروف جديدة في رواسة جديدة يعني بالوردن بسوريا وفي تحديد جديدة وممكن في سياسة امريكية جديدة عشان المضموم يعني شرق رواسة الجديدة في ناس بيحكوا عن الاتفاق سايس بيكو التاني يعني يعني تقسيم جديد الخارطة. كيف ترى هذا الاتفاق؟ كيف ترى معالم هذه الخارطة الجديدة؟ يعني ممكن في امال بس في نفس الوقت في ممكن كرسة عشان الديمقراطية والحرية يعني موش يعني على الأرض يعني حركة يعني إحنا في فرنسا يعني منذ متين سانة نحرك على الحرية يعني ننشا يعني زي بيت يعني يعني في مرحلة والآن شكل في دغوط خارجية وكمان داخلية البلدان العربية بس شو نتيجة الآن؟ احتلال ببغداد في مستاطينين بغزة وفي الدفاة الرابية في يعني يعني الجو الآن بالشارك الوسط التواثر يعني وفي خوف يعني الناس يعني لما أنا بحكي مع اللونانيين السوريين الأردنيين يعني شو المستقبل؟ لا أحد يعرف ممكن الأفضل والأسوأ يعني إحنا في وسط الخاط يعني ممكن ممكن شي كويس ممكن في شي يعني مش كويس لا أحد يعرف ممكن شو سابقه جورج مالبينو كيف تقيم المسار السياسي في المنطقة اليوم؟ لا أحد يعرف ماذا؟ لا أحد يعرف ماذا؟ يملك بإمعهم الأولى للعجاب. أنها المحنية لنغير عكيات، الفلكية المتحدة لنطفق الاجتماعي الدولة. وغيرت كل مملك من زعامة تحت ولد من المتحدة. في إجابة الطفلة لاحبت بميراتك، تحقيق على الشيخ الأفريقية، عم euchباً والبعنية مستطيع العامة وهذا، mais il y a une crainte de déstabilisation par l'extérieur. La Syrie est dans une situation très délicate après le rapport Mélis. Tout ça est très fragile. Je pense que les Américains ou ceux qui veulent promouvoir ce nouvel ordre régional doivent agir avec beaucoup de prudence. Parce que globalement, dans la région du Moyen-Orient, les forces du mal sont plus importantes que les forces qui veulent du bien. Et en tout cas, même s'elles ne sont pas plus importantes, elles sont plus opérationnelles et elles sont capables de provoquer des secousses. Donc on est passé de la décennie 90-2000 d'un espoir de paix, notamment avec le processus de paix israélo-palestinien, à ensuite le déclenchement de l'intifada le 11 septembre, à une nouvelle donne et avec une radicalisation islamiste, avec une dérive terroriste qui est très dangereuse. Et effectivement, des groupes qui maintenant, même s'ils ne sont pas très nombreux, mais qui sont capables de frapper très très fort et de déstabiliser toute la région. Donc moi, à court terme, je ne suis pas optimiste. Merci, Sanchino, comment est-ce que tu fais la décennie du français après l'éhéticard américain pour la décennie du français dans le pays ? Est-ce que la décennie du français est un des fous ou un théné ? Est-ce que cette décennie du français ? C'est un problème, oui. Maintenant, la décennie du français dans le pays du français, il y a des casques du français, dans les casques du français, il y a des casques du français. Il y a des d'amuses avec les chambres du français. Nina, il y a des affaires qui s'entraînent, j'ai émouvé par rapport à Charon. Charon est venu en Paris et a retenu avec Jacques Chiraque. Dans l'éhéticard, il y a aussi d'amuses avec les militiaires du français. Mais dans l'éhéticard, il n'y a pas d'avoir un domaine de France, فرنسي بإراك. ومع سوريا و لبنان يعني الآن أعتقد ما أعرف يعني لو في وجهة نظار يعني واضح لفرنسا بلبنان و سوريا. شكل أنه طبعا فرنسا يريد الاستقلال في لبنان وكمان مو القرب النزام بسوريا يعني على الأمريكان يعني يريد شيل النزام بدماشك. بس هذا مو الخط الفرنسي بس الآن في المشكلة المشكلة الأساسية أمريكا يعني الكوة الوحدة. بالعالم يعني. وإحنا كفرنسيين إحنا دولة دولة في الأوروبا يعني إحنا جوز من أوروبا ودورنا الآن أعتقد يعني نوس نوس يعني في شيء إيجابي وسالبي يعني لا أعتقد في خط واضح يعني بشكل أوسط بالنسبة لفرنسا. جورج مالغينو الخطف أصبح عملي متداولة في بغداد خطف رجال أعمال تجار نساء أطفال والمسيحيون بشكل خاص عرضة أكثر من غيرون نظرا لاتهامون بالتعامل مع الصليبيين الأمريكيين هكذا يسمونهم. هل تعتقد أن هذه الحرب هي حرب صليبيية تسوق في هذا الإطار؟ أمطعت في عودة عودة أخبار أكثر من ورخول على أن أخبار أمريكين يقولون أني أخبار الأمريكيين يقولون أني الشخصي بشكل خطف. أعتقد أنه لم يتابق علي أكبر في الجواد الأخبية. أمطعت أكثر على جميعنات، والمائنات عامل مع الأي insignificant الدولة تسوق يعني فقط والمائنات والسخصي أو يتركهم في من الواصف كبان أني بغاية للإدطار تسوق الحراب، ربماً بلدان، لايقب الفيديو، الأسفل، الأسفل، ويظيف ربماً أجدت في المنزل قائد دائماً، ويظيفون، تجياريز مدينة من أجل، وهو ينستخدم محول مواقًا، وهو يعتبر حول محول بها، ويعتبر أجل، يتجام البعض مزيدة، ويظيفون أن يجب البعض، ويعتبر النارية، ويجب أن يكون على القدن، كان جداً اذا كان يظر جداً كانت أُطباً مستئراتيين أبداً في منجل 2003 تعليق سنة قليلة من المجتمع هذه الأمريكين لم Linda GBتد وقريتي سيتيارتين صراحن بس حسابين مدرهين اطبع سنة قل قد أجلط على ما سيكون سنة تماماً قصة تنزلتها لذا دعاء سوف يكونوا أجل السلطة كون أطبع سنة وأداتي والعشر من راكس Tekنين وداعفتهم إنه إذا جلبت منقام لذين سنة بالمراكس أسألت في النساق أنا لا أعرف أنها هي الدائجة التي هي إليها. لكن لا أعرف أنه لا يمكنها انتظارها لأماني. أعرف أنه كذلك أخي حدث أنها تتعالي في الماضي أقل لأنها. لأنها أعرف بحثة الشركة. إذا كان هناك أسلاً من وجهة الأعامة في سيوارة القرية. وأجدارها كذلك، وفحثة الأعرف عليها. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ومن ثاني شعرها، إذا كان الوحيد لا يوجد أن تكون سيئة قضية. مع الوقت السرعة، أنه حسناً يريد أن تكون على تجاهل، أنه يتجاهل، ومن ثاني كنت يتعاكم في الوحيد، فهو شخص سيئة، وشخص سيئة، ومن ثاني يجب أن نساء، أي أخبرنا، كما قلتني، أخبرنا، من الأنبياء، من الأنبياء الذين يكون فيها، كما فالكيسة في الوصول على البيان. لذلك يجب الأمر بالطرح. يعني لا يجب أن ينسى البحر في هذه الحالة. لأنه ليس نسيطة لليم سيطة. هذا ليس درس مرتدي لكن يوجد هناك ثم يكون لديهمة وليس سيطة لذلك لا يمكن أن يكون لديهم ولماذا نسيطة لليم سيطة. فالتصلي ما يقولون ما يقولون من هناك فكرة أخرى. لايقظة. لا يقولون ما تقولونة. لا يقولون أبيانا. ببعض على أبيانا. الكتاب الأول الذي شاركته في كتابته كان سنوات صدام مثل اعترافات حصرية أو إحاءات حصرية الكتاب الثاني الذي وقعته سواء هو مذكرات رهينتين هذا الكتاب سنشوفه على الكاميرا طبعا ترجم إلى لغة العربية هو عن دار فيار في هذا الكتاب ما هي الرسالة التي كمتكن توصلوها أو ماذا وددتم القول الترجمة تعليم لا يوجد شي أفضل و أجمل الحياة يعني لا يوجد شيء الحياة وحب الأصدقاء والله أو الأولى يعني هذا ما فيه وفي على ce livre est important certainement d'un message quel a été le message auquel est à votre avis le message que vous voulez transmettre الذي يمكنك أن تقوم بعمل في قبل المصادرين يمكنك أن تقوم بعمل كل المصادرات في المصادرين وهذا ما يشكرون الجديد هو يمكن أن تقوم بعمل بجميع تقوم بعمل هذه المنظمة في حالة تقتل دائمًا في من قبل الثانيين وذلك يمكن أن تحسن من نجاحاتا وأنه يتحرك المدينة وأنه يتحرك المدينة أنا أتحرك في الأخيرة كيف تعتقد الالم اليوم حتى يكون أكثر رأفة و أكثر إنسانية؟ لا أعرف سواء كبيرة لكن المشكلة يتحرك في فترة العنف المتطرفين في الحرب لكن أنا حزين جدا الآن في الحقيقة في صدمة الثقافة بين الغام والشاك وأذا أنا لا أفهم وأذا أنا حزين جدا أنا متشايم ولا أعرف أسباب إيجابية في فترة الآن لكن إن شاء الله أنا أتمنى أنه يكون أكثر 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 لك يسكن لدينا المعاربة للغاية العالمين ليسون مستوى الجمهورة وليسون مستوى على الموضوع المشاريع المستوى للغاية لتلقى الوماسان لن يجب أن يجب أن يتحسون بيطرد المالات يجب أن يجب أن يجب أن يتحسن بكثيرا هذه النخمة وكما يجب أن يجب أن يتم عمل ذلك وكما أكثر من مزيدا من الكثير من المنزل ويجعلنا لك أكثر من مجالك شكرا شكرا جزيلا لك هذا كان ممتع بك لقد أعرفكم ونكشف النقاب عن هذه المحلي صودية التي نعيشتها أشخاص المشاهدين شكرا لكم على المتابعة لكم لذلك الحلقة و لهذا الحوار مع الرئينتين الفرنسياتين كريسيان شينو و جورج مالبرونو بمناسبة صدور كتابهم الجديد مذكرات رهينتين وعلى أمل أن تبقى الحرية السماء التي تنعم فيها كل مواطن و كل إنسان أينما كان في هذا العالم تصبحوا على خير و تصبحوا على حرية